يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اشتركوا في القناة شكرا شكرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل أن المصلية نسيت تشاهد ولم يقضه بعد الصلاة ولم يأتي بسجدتي السهو فهل تبطل صلاته في هذا الحال الجواب لو نسي المصلي سجدة من الصلاة او التشاهد هناك دليل خاص انه يجب عليه القضاء بعد الصلاة مباشرة ولو لم يأتي بسجدتي السهو عمدا او جهلا فالصلاة صحيحة فهو يستطيع الاتيان بها في اي وقت اما لو لم يأتي بالتشاهد المنسي بعد الصلاة او السجدة المنسية بحيث يصدق الفوت كأن يترك فاصلة كبيرة بين الصلاة والقضاء او انه ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة كأن يستدبر القبلة ففي هذا الحال تكون الصلاة باطلة سواء علم بوجوب ذلك في الوقت او خارجه ان قلت هل هناك دليل خاص على عدم بطلان الصلاة في غير هذين الموردين المذكورين قلت دليل لا تعاد الصلاة الا من خمس وهناك مورد سادس وهو النية ومورد سابع وهو الإخلاص هذه الموارد تكون سببا لإعادة الصلاة سواء اتى بها عن جهل او غفلة او عمد لا يقال ان قاعدة لا تعاد لا تشمل التشهد المنسي فانه يقال القاعدة تشمل التشهد المنسي سأل سائل لو وكل انسان لاجراء عقد نكاح واحص انه كلما اجرى العقد اسرى كان ذلك اكثر تأثيرا في ترك الحرام فهل له ان يجري امام الزوجين فقط دون حضور سائر المدعوين الجواب هذا متعلق بالوكالة التي وكل بها فتارة يوكل ولو ارتكازا بحيث تتحقق الزوجية باي نحو كان وتارة اخرى يوكل لاجراء العقد في العلن وبحضور الناس فهنا لا يصدق عليه انه وكيل في اجراء العقد باي نحو كان وبعبارة اخرى هذا راجع الى تقييد التوكيل وعدمه ويعلم ذلك من القراءن ومناسبة الحكم والموضوع ان قلت اصل الوكالة اجراء العقد قلت هذا صحيح ولكن ينبغي احراز ان الوكالة مطلقة او مقيدة وفي حال الشك لا يجري اصل عدم التقييد لانه اصل مثبت لا يقال ان الهدف من التوكيل هو تحقق العقد نعم المتعارف بين الناس اجراء العقد بحضور الناس فانه يقال هذا راجع الى فهم الوكيل من المراد بالوكالة فان فهم من الوكالة تعدد المطلوب احدهما اجراء العقد والاخر حضور الناس والاحتفال بهذه المناسبة فلا اشكال باجراء العقد بين الزوجين واما لو فهم وحدة المطلوب فلا يجري اجراء العقد بينهما وفي حال الشك ان الوكالة على نحو تعدد المطلوب او وحدته الاصل عدم التعدد وعلى اين الوكالة تابعة لنص التوكيل او الارتكاز فيها سأل سائل هل يشترط علم الوكيل بمقدار المهر حتى هي صح العقد؟ الجواب العلم بالمهر من قبل الوكيل بمقدار المهر ليس بشرط بل حتى لو عين الزوجان المهر بينهما وقال الوكيل على المهر المعين صح العقد او ان الزوجين لم يعين المهر اصلا فالعقد ايضا يقع صحيحا سأل سائل ان الانسان في كثير من الاحيان يعلم بان العلاقة بين الفتيات والشباب غير شرعية ففي مثل هذا الحال هل يجوز له ان يجري العقد لهما فضولا؟ الجواب العقد الفضولي يحتاج الى اجازة اما بعد العقد او قبله ان قلت هل يكفي علمهم بالعقد؟ قلت صرف العلم لا يجدي بل لابد ان يعلم ويجيز العقد حتى لو لم تكن الاجازة لفظية فان صرف الرضا في العقود غير كاف نعم الرضا في التصرفات كافية سأل سائل انه هل يشترط في عقد المتعة علم العاقد بالوقت وقدر المهر؟ الجواب لا نعم تعين الزمان والمهر في الزواج المنقطع ركن ولكن لا دليل على وجوب علم العاقد بهما سأل سائل بان الخبر الدال على ان كل زيادة ونقيصة في الصلاة تستوجب السجدتي السهو مخدوش سندا الجواب ذكرت من قبل بان الخبر مرسل الا ان الفقهاء عملوا به فالبعض افتوا وفقه والبعض احتاطوا جوبا نعم ثلة قليلة من الفقهاء حددوا موارد الزيادة والنقيصة بخمسة موارد ومنهم المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك ومن يلاحظ رسالة الشيخ الاعظم رحمه الله ورسالة صاحب الجواهر ورسالة الميرز الشيراز الكبير وقد علق العشرات من الفقهاء على هذه الرسائل معظمهم اما افتوا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة او احتاطوا وجوبا سأل سائل ان سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة هل يشمل الاذكار؟ الجواب هذا فيه بحث وقد نوسب لبعض الاعلام المحتاطين امثال المجدد الكبير والسيد اسماعيل الشيرازي والشيخ محمد تقي الشيرازي بانهم قالوا بان زيادة او نقيصة الفتحة والكسرة تستوجب سجدتي السهو ان قلت وهل يشمل ذلك الاذكار؟ قلت البعض امثال المرحوم افتوا بوجوب سجدتي السهو في زيادة او نقيصة الذكر لاطلاق الدليل وبرأي ان الدليل لا يشمل الذكر سأل سائل بان بولى الطفل الرضيع يكفي تطهيره بالماء القليل مرة واحدة فهل ان هذا الحكم جار في الطفل الذي لا يشرب الحليب المجفف؟ الجواب ورد في الرواية التغذي بالطعام ولا يصدق على الحليب المجفف انه طعام ان قلت وهل انه جار في الرضيع والرضيعة؟ قلت هناك خلاف فالبعض خصص ذلك بالرضيع دون الرضيع حتى لو كان الرضيع يشرب الحليب الجاف والبعض الحق الرضيعة بالرضيع وعلى كل المسألة محل خلاف شديد بين الاعلام لا يقال ان اطلاق الصبي لا خصوصية له بل المراد هو العام فانه يقال يظهر من الادلة خصوصية الصبي في الحكم نعم هناك خلاف بان الصبي موضوع او مورد سأل سائل بان الطفل الذي يشرب الحليب المجفف لا يأكل الطعام لماذا خصصتم الحكم بالرضيع الذي يرضع الحليب؟ الجواب الظهور كاف في المقام فالظهور لا يصدق على من يشرب الحليب المجفف بانه رضيع سأل سائل في بحث الربا فالبعض لم يقبلوا تحقق الربا في العملات الورقية الجواب البعض لم يقبلوا تحقق الربا فيها لكونها معدودا فان ادلة الربا قسمت الربا الى قسمين ربا المعاملة اي بيع وشراء فهذا لو كان مكيلا او موزونا فهذا لو كان مكيلا او موزونا يتحقق فيه الربا اما لو كان معدودا فلا ربا فيه وقد ورد في الدليل في حرمة في القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا والبحث في المقام في ان من يعطي الاوراق النقدية على ان ترجع له بعد مدة بزيادة هل هذه معاملة او دين فان قلنا انه دين فيتحقق فيه الربا وان قلنا انه معاملة وهو معدود فلا يصدق الربا فيه والذي يبدو للنظر انه دين والعقود تابعة للقصود ان قلت هل ان الربا يصدق في التنزيل كالشكات وما شابه قلت التنزيل ربا قطعا الا ان الدليل استثناه من حرمة الربا كالربا بين الوالد والولد سأل سائل بان دليل الناس مسلطون على اموالهم يجيز القرض الربوي فهو مسلط على ماله يتصرف بأي نحو شاء الجواب كثير من الموارد استثناها الشارع من قاعدة الناس مسلطون على انفسهم ومنها المورد المذكور سأل سائل ان البعض اليوم يعطي مائة دينار مثلا قديمة مقابل تسعين دينارا جديدا او مقابل الشيك فما هو حكم هذه المعاملات الجواب تعرض الشيخ الاعظم رحمه الله الى المسألة ولم يشكل فيها الا ان بعض المحتاطين من العلماء ومنهم الشيخ محمد تقشيرازي والسيد الوالد رحمه الله احتاطوا في المسألة بالطبع لم تكن الاوراق النقدية في عهدهم بل كانت العملات الفلزية وبعضها كان من الفضة وبعضها من النحاس وبعضها مخلوط فضة ونحاس فكان الناس انذاك تعاملون على النحو التالي ان يقدم احدهما عملتين بقيمة خمسين فلسا مقابل عملة واحدة من مئة فلسا علما ان وزن هذه العملة يختلف وقد ذهب الشيخ الانصاري رحمه الله ان المعاملة في فرض السؤال بالمعدود لا بالمكيل والموزون وقد خالفه البعض في ذلك والذي يبدو للنظر ان رأي الشيخ الاعظم رحمه الله اتم سأل سائل عن الخلاف في رسم خط القرآن الكريم البعض اشترط ان يكون رسم الخط وفق القواعد العربية فما هو الدليل على ذلك وفي حال ان احدا غير في رسم الخط العربي هل يعد آثما الجواب في الواقع الاختلاف في رسم خط القرآن امر مختصر وهو في بعض الموارد القليل الخاصة فلو كان التغيير لا يتجاوز الاختلاف القديم فهذا جرت عليه السيرة ولا اشكال به وأما لو حصل التغيير في العصور المتأخرة فهو مشكل وقد كتب طه حسين كتابا دعا فيه الى تغيير كل رسم خط القرآن وعلى سبيل المثال كان يستشهد بكتب العربي واللغة والتفاسير مثل كلمة هذا على انها كانت تكتب هذا والملفت للانتباه انه في نفس الكتاب كان يكتب هذا بالالف الممدودة للمقصورة ان قلت ان شككنا في الجواز رفع ما لا يعلمون حاكم قلت في الامور الخطيرة ومنها مورد البحث مجرد الشك موجب للاحتياط سأل سائل بأن القرآن الكريم عبر عن غير ذوي العقول بمن مثل قوله تعالى ومنهم يمشي على بطنه والحال أن من لذوي العقول فما رأيكم بذلك الجواب في كتب اللغة العربية ومنها مغني اللبيب أن الأصل في من لذوي العقول ولكنها تستعمل لغير ذوي العقول وكذا الأمر بالنسبة لكلمة ما وصلى الله على محمد وآله الطالب لغير ذوي العقول شهر رمضان الحديث أُنزل فيه القرآن ذل للناس و بهنات إنهم أُستعملوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة